وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية وحجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وتمكنت أجهزة الوزارة من تحقيق نتائج الإيجابية التالية تصد حاسم وفعال من أجهزة وزارة الداخلية لكافة الجرائم التموينية حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمدريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط 138 طن ملح طعام بحوزة مالك مصنع لتعبئة وإنتاج ملح الطعام بالمنوفية قام بتجميعها بهدف بيعها بأزيد من سعرها المتداول بالأسواق كما نجحت الإدارة في ضبط قرابة 60 طن دقيق أبيض وماكرونة وأرز وسكر قام مالك ومسؤول عدد من مخازن وشركات لتجارة السلع الغزائية ومخبس بلدي بتجميعها وتغزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف رفع أسعارها وبيعها بأزيد من أسعارها المتدولة وذلك خلال حملات شنتها الإدارة بالقاهرة والبحيرة ومطروح وجنوب سيناء والقليوبية والشرقية وتمكنت من ضبط 6 أطنان دقيق بلدي مدعم بحوزة مسؤول عن مخزن بدون ترخيص لاتجارة السلع الغزائية بالجيزة قام بتجميعها للإتجار بها في السوق السوداء والاستيلاء على فارق الدعم المخصص لها وهو ما يعد التلاعب في منظومة الدعم الذي توفره الدولة للمواطنين كما نجحت الإدارة في ضبط أكثر من 100 طن مواد غزائية قام مسؤول مخزن بدون ترخيص لاتجارة السلع الغزائية بالجيزة بحجبها عن التداول بالأسواق وعدم الإعلان عن أسعارها بهدف بيعها بسعر أزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط 233 طن أقماح مستوردة ودقيقة قام المسؤول عن مطحن بالقليوبية بتغزينها لبيعها بأزيد من السعر المتداول كما تمكنت الإدارة من ضبط قرابة 10 ألاف طن أقماح محلية ومستوردة بحوزة المسؤول عن مطحن بالشرقية وهي مجهولة المصدر كان يهدف لبيعها بالسوق السوداء واسترارا للجهود الأمنية للتصدي لجرائم حجب السلع للتداول والنتائج الإيجابية المحققة في هذا الإطار تمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 300 طن أسمنت وحديد تسليح تم حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء بنطاق محافظات الإسكندرية والغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية وعلى صعيد ضبط السلع منتهية الصلاحية تمكنت الإدارة من ضبط 233 طن مخللات وملح طعام غير صالحة للاستهلاك الأدمية بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المخللات بالشرقية ومالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغزائية بالفيوم ونجحت الإدارة في ضبط أكثر من 25 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمية قبل أن يتمكن مالك ومسؤول مخزن ومحل ومصنع لتجارة السلع الغزائية وإنتاج الأسماك المدخنة بأسوان والقاهرة والجيزة من طرحها بالأسواق وهو ما يضر بصحة المواطمين كما تم ضبط 112 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستهلاك الحيواني وذات أثر ضار على الثروة الحيوانية وذلك خلال حملات شنتها الإدارة بنطاق محافظتي الغربية والمنوفية كما نجحت في ضبط 9 أطنان أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعية وتؤثر بالضرر على ثروة الزراعية بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية والمسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة الأسمدة الزراعية بالشرقية وضبط 1250 طن أسمدة زراعية مدعمة خاصة بأحد البنوك ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قام مسؤول شركة لتجارة وتوزيع الأسمدة الزراعية بالبحيرة بتجميعها وإعادة تعبئتها داخل شكائر عليها علامات تجارية مقلدة للإتجار بها في السوق السوداء موسيقى